السلام عليكم ورحمة الله انتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة ومرحبا بكم في قناة امنينا للطبخ العالمي مع فيديو جديد وصفة جديدة الوصفة دي ايوم هي طبق مغربي باللحم والفواكه المعسلة اللي كيجيب نيم الساف وكيجيب ضغمر وبطريقة جيد بسيطة وناجحة لمعرفة المقادير والطريقة تابعوا الفيديو حتى الاخير ورجموا اول شيء كنحتاجه في المقادير اللحم ان استعملت هنا هي لحم البكرية تقدروا تستعملوا اللحم الغنمي وبالنسبة الكمية كتبقى حسب عدد الافراض الى طبق الضيوف كنستعملوا فيه ما بين 3-4 كيلو ديال لحم والتوابل كنحتاجه واحد للملعقة الصغيرة من القصب واليابس المطحول ملعقة صغيرة من الفلفل اسود والفلفل الابيض الملح حسب الرغبة نصف ملعقة كبيرة من الخرقوم والكركم ملعقة كبيرة من السنجبيل جوش اعواد مياه القرفة القليل من المسكة الحرة وزفرا من الحر والهيل الى عندكم الهيل المطحون استعملوه هنستعملت هذا على شكل حبات وكانحتاجه بصلة كبيرة اللي قطعتها الى قطع صغيرة وباقة مياه القصبر والبقتونيس كنخليوه هكا كامل غير كننربطوه بواحد الخيط فقط الان هنمرو لطريقة ديات التحضير واحد الايناء كنضيف جميع المكونات مع هدا القصبر والبقتونيس صافي كنخلط جميع التوابل بالقليل من الماء فقط الكيميه اللي غد نحتاجه باش ننتبلو بها اللحم صافي ونقن نشرمل بها اللحم قطعة بقطعة تكنسى لجميع الكميه ولا عندكم الوقت اه خليوه اللحم فهد التدبيه لقدر الامكان تقدروه مثلا تديروه في الليل وتخليوه حتى للصباح غير واحد الحاجة ما تطيفوش الزيت ايلا غد خليوه ما تطيفوش الزيت حيث الزيت كانت منها التوابل مش تدخل في اللحم الزيت خليوها حتى تبغيو تطيبو عدوش تطيفوها صافي كانت باللحم جيدا حتى كنسى لجميع الكميه صافي بعدما تبلت جميع كيميه اللحم ودخلت فيها التوابل الآن مرر طريقة للطياب يلا ما عندكمش الوقت ومزروبين تقدروا تطيبوه في نفس الوقت مشي مشكلة صافي في واحدة تنجرة فوق النار كنضيف حبة كبيرة من البصل اللي قطعتها شرائح صغيرة ونضيف فوقها كيميه اللحم ونضيف جوج اهوة ديال القرفر اللي كنت حطهم في التدبيه الأقبل هنا غضي نضيف واحدة ربع كاس ديال زيت زيتون اللي بغيضيف سمن اضيفه وانا ما كاعجبنيش هنا كنضيف شوية ديال الماء القليل فقط باش من اللي انشحها اللحم ما غضيش يتحرقوا التوابل صافي غادي نخلي لحم كيت تقلا مزيان هنا غادي نضيف القصبر والبقتونيس صافي بعد ما كيت تقلى لحم من الجهة الاولى غادي نقلبوه باش غادي تقلى كذلك من الجهة صافي بعد ما قليت اللحم من الجهة غادي نضيف القليل من الماء فقط الكيميا اللي غايتب فيها اللحم باش يجي المرق خاطر ميجيش جاري صافي طفل قليل فقط غادي نضيفه ونخليه طيب تزيين طبق عندي هنا شوية ديال اللوز اللي انترتوف الماء مغلي وقشرته خليته حتى نشوف مزيان من بعد غادي نقليف الزيت حتى كي يدهب اللون دياله على هات الشكل وكنحيدوه الآن غادي نمر طريقة تحضير البرقوق الجاف اللي غادي نرافق به الطبق كندير هنا واحد الكيميا ديال البرقوق وغادي نضيف لها الطريف ديال زبدة غادي نضيف كذلك شوية ديال ملح باش ميجيش بازل وغادي نضيف واحد الملعة قصغيرة من القرفة وجوج مع القكبار ديال السقار وغادي نضيف شوية ديال الماء وصافي كنخليوه حتى كي يتعسل مزيان وكي يولي الماء دياله بحلاسل كي يكون خاطر ما كيكون شجاري وعاد باش نطريو عليه صافي هنا البرقوق راواجد وطاب والتعسل الآن غادي نطفيو عليه ونخليوه جانبا عندي نرافق الطبق ديالي كذلك بالميش ميش الجاف بنسبة للتزيين كي يبقى اختيار يتقدروا ما تطيفوش هاد شي كامل يضيفو ذاك الشي اللي عندكم توفر واللي كيعجبكم هنا يقدر شوية ديال المشماش واحد الكترولة ضفت لها شوية ديال الملح بنفس الطريقة اللي يطيبنا بي البرقوق هنا غادي نضيف واحد الملحة قصغيرة من القرفة وجوج مع القبار ديال السقار وغادي نضيف واحد طريف ديال الزبدة وشوية ديال الملحة وغادي نخلي المشماش حتى كيت تسل وكيولي حتى هو الماء دياله خاطر وغادي نطفيو عليه ونخليوه جانبا وغادي نخليه وغادي نخليه واحد لخمسة دقائق ونطفي عليه وهذا هو الشكل نهائي لطبق ديال الحم بعد ما طاب والمراق دياله ولا خاطر زينته باللوز المقري والمشماش اللي حسلناه وطفت لها لقرجاع كتزيين وبنسبة لبرقوق رشيط عليه شوية ديال الزنجلان وزينت كذلك بالبيض المسلوق الطبق ديال اليوم كيجي بنيم الساف وكيجي ساهل سمحوا لي ما ما قدمش لكم الطريقة ما كنت كان وضعه في طبق ديال التقديم حيتي كنت مزروه بشوية ذاك الشيء اللي اشتطلرت نصور فقط الشكل النهائي نتمنى ان شاء الله الطبق ديال اليوم هنا لإعجاب ديالكم والعجبكم خليولي يلي لايك وعبوني في القناة باش يوصلكم كل ما هو جديد نطلقوا ان شاء الله فيديو جديد مع وصفة جديدة مع السلامة